الجهاز الفني بيستعد للمرحلة الجاية بقيادة مرسي الكولر كولر هيصل النهاردة مساء اليوم استيناف التدريبات تغيادا بإذن الله وطبعا استيناف التدريبات أنا عايز أقول لكم وسط غياب ما لا يقل عن 18 لعب تبتتكلم في فرقة بالأساسيين بالأحتياطيين مش موجودين في التدريبات وطبعا لما اللعبة الدولية ترجع بعد نهاية الأجندة هيرجعوا يوم اللاربة عشان تلعب يوم الجمعة مع الاتحاد السكندري يعني يا دوبك 48 ساعة لمرسي الكولر يقدر يلملم الأوراق ويضع التشكيل والخطة المناسبة لمباراة قوية الاتحاد السكندري في أول جولتين في الدوري خد 6 نقاط هو حلام في الصدارة مع الأهلي ومع الزمالك وبالتالي هتكون مباراة صعبة جدا لكن كولر أكيد في المرحلة الجاية هيشتغل على فكرة إزاي يقدر يستاني في التدريبات وسط هذا الكم الكبير من الغيابات تعالنا قد 18 لعب 6 لعبين في المنتخب الأول شناوي، شبير، عمر كمال عبدالواحد، كوكا، مروان عطية وطهر محمد طهر عندك كيحي عطية الله مع منتخب المغرب وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 6 لعبين أكيد غايبين للإصابة هاني، كريم فؤاد نهاردة عندنا خبر جديد بالنسبة لهاني وكريم فؤاد تأكيداً للي احنا قلناه قبل كده على سفرهم إلى النمسا كمان عندك أشرف داري، رمي ربيع، محمد عبدالله، ياسر إبراهيم تأكيداً بتتكلم في 14 لعب في أربعة تانيين من بقرة يبدأ الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يطمئن على مدى جهزيتهم للتدريبات الإسبوع اللي جاي بدايةً من إمام عشور، عمر السلية، حسين الشحات وكريم ندفد موقف صعب جداً للجهاز الفني ولكن أكيد هم متعودين على كل هذه الصعب عشان يقدروا يتخطوا التحديات اللي جاية صعب جداً الإسبوع اللي جاي كل هذا الكم من الغيابات هتضطر يتطلع عدد كبير جداً من لعب قطاع الناشئين وأول ما الدوليين ينضموا تبدأ تشتغل في 48 ساعة على مطش صعب جداً مع الاتحاد السكندري الناس ممكن تقول لي ما الدوري لسه طويل ولسه المواعيد كتيرة دوري السنة دي ده دوري كأس مش أقول لك دوري عام وتجمع نقاط المباراة كلها مباراة كؤوس دوري أشبه بالكأس كل ثلاث نقاط أشبه بأنك خلاص بتقرب من المرحلة النهائية لأن ما فيش مجل التعويض في 17 مباراة ما فيش 17 مباراة تانية في الدور التاني ومن هنا بالتأكيد يعني بنشد شوية على أزر الجهاز الفني وبندعمهم في المرحلة اللي جاية